السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم رح نشرح كيفية اخفاء جميع الفيديوهات المقترحة في اليوتيوب في الصفحة الرئيسية وايضا لو دخلتوا على اي فيديو الفيديوهات المقترحة الجانبية رح تختفي كمان فلا تنسون دائمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة الشباب جدا بسيطة كل اللي عليكم تسوونها تدخلون على متصفح جوجل كروم تكتبون في البحث أنهوك بيظهر معاكم هذا الموقع اللي هي إضافة في متصفح جوجل كروم تضغطون عليها بعدين من هذه الواجهة تروحون إلى خيار الإضافة إلى كروم وهنا تضغطون تثبيت الإضافة فكذا الآن لو تلاحظون تثبتت معنا الإضافة في المتصفح فعشان تفعلوا الإضافة كل اللي عليكم تسوونها تروحون على هذه الأيقونة بعدين هنا تضغطون علامة الدبوس هذه فرح تظهر معاكم الإضافة بهذا المكان فالآن خلونا نروح على اليوتيوب فالآن لو تلاحظون فتح معنا اليوتيوب هذه الفيديوهات المقترحة في الصفحة الرئيسية فعشان نسوي لها إخفاء كل عليكم تسوين لترحون على الإضافة اللي ثبتناها تضغطون عليها وبعدين تضغطون علامة التشغيل هذه فالآن لو تلاحظون اختفت معنا الفيديوهات من الصفحة الرئيسية في اليوتيوب فخلونا ندخل على أي فيديو فالآن لو تلاحظون دخلنا على هذا الفيديو أيضا الفيديوهات المقترحة التي تجي على اليمين واليسار اختفت بشكل كامل من عندنا أيضا شافي عندكم أشياء إضافية إذا رحتوا مثلا على خيار الاشتراكات بتظهر معكم المقاطع الأشخاص المشتركين معهم تقدرون تخفون أيضا هذه القائمة تروحون على هذه الأيقونة بعدين تنزلون تحت آخر شيء رح تحصلون هذه الأيقونة الخاصة بالاشتراكات تفعلون هذا الخيار رح تختفي عندنا قنوات المشترك فيها إذا حابين ترجعونها تفعلون هذا الخيار بهذه الطريقة فإذا حابين تقفلوا الإضافة تضغطون عليها مرة ثانية تضغطون على هذه الأيقونة بتظهر معكم جميع الفيديوهات في الصفحة الرئيسية فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة